من أول يوم للأزمة أن الرئيس الروسي يطمح للتغيير سياسي بأوكرانيا. إما عبر إسقاط النظام أو فرض شروط سياسية أو طابع سياسي جديد بأوكرانيا. يعني إما أريد أن يعين حكومي ويكون موالي لألو. أو أريد أن يأخذ كلام من الرئيس زيلنسكي الرئيس الحالي أن أوكرانيا حيادية ومنزوعة السلاح حتى يكون الجانب الروسي مطمئن البال لجهة حدوده الغربية مع أوكرانيا. الواضح أن العمليات على الأرض تكون صعبة على الجيش الروسي. بغض النظر عن مدينة خاركوف التي كان يحكي منها الآن. خاركوف بالإعلام الروسي صارت ساقط أربع مرات في يد الجيش الروسي. وإخيرها مبارح بالليل. يعني يصبح هناك قتال أوكراني لا يستهن فيه على الأرض. وزائد أهمية لخاركوف هي أنها أكبر مدينة في أوكرانيا بعد العاصم كيف. عندما يكون عجز روسي باقتحام كيف تكون فشة الخرق كما يقولون بخاركوف. أريد أن الجانب الروسي اليوم داخل على المفاوضات مع أوكرانيا لأول مرة. أريد أن يكون لديه وراء قوة بالمفاوضات. يعني إذا لم يكن مسيطر على العاصمة أو على المدينة الثانية على قليلة بالبلاد سيكون عنده شوية صعوبة بالتفاول. سوى حتى الساعة بعده ليس مسيطر. لا على كيف ولا على خاركوف. لا لا. بعده عن كيف لحديد مبارح بالله لبعيد حين مسافة 30 كيلومتر. وهي تقريبا مسافة منيحة. لأن الجيش الروسي يتقدم من جهة الشمال من جهة حدود بلاروسيا مع أوكرانيا ومش من الشرق. فهيكون بعيد تقريبا حوالي 20 أو 30 كيلومتر عن العاصمة. وكل ما يكون عنده تقدم يصير في تراجع. يعني سيطر أول تمبارح على مناطق محيطة بالعاصمة. رسيقة بالعاصمة. رجع تراجع لمسافة بعيدة. يعني يكون في مقاومة أوكرانية. وهذا ما يجعل الرئيس الأوكراني يتمسك أكثر بوجوده على الأرض. وزائد أنه عنده وعود أوروبية بالتسليح الجماعي. وهذه أول مرة الاتحاد الأوروبي أو أغلب الدول الأوروبي تركض نحو التسليح الجماعي لدولة معينة في ظل الحرب ومش قبل أو بعد. لكن الأزمة التي يواجهها هنا للرئيس الأوكراني هو ما يسمى التخلي الأمريكي عنه. بالواقع لا يوجد تخلي أمريكي عن زيلنسكي. والدليل العقوباتي اللاجئت لإدارة الرئيس بايدن. الأمريكيين يعتمدوا استراتيجية جديدة بالمعارك والحروب. ويبدو أنهم كانوا يدفعوا بوتين نحو الدخول إلى أوكرانيا. ليغرق بما يشبه أفغانستان ثاني. الدخول إلى أوكرانيا يصبح مكبد الروس خسائر كبيرة بالعسكر وبالمعدات. وزائد بالسياسة. يكون هناك فرض عقوبات مروحة عقوبات كبيرة من أمريكا من جانب أمريكا ومن جانب الاتحاد الأوروبي. وهذا ما يؤثر اليوم نحن مثلا بارح المصف المركزي الروسي لحتى يكبح التدهور العملي الوطني. أعلّل فيدة للعشرين بالمئة. رجع اليوم بعد ساعات صباح الأولى بعد افتتاح البورصة نهارة العملة الروسية مرة تانية. لهذه الطريقة الحرب يظن الأمريكيين أنها تجدي أكثر. وبتنفع أكثر من وجود قوات قتالية على الأرض. فيبدو أن الأمور رايحة بعد شوية. نطول إلى تتضح معالمها. بعد على الأول الآن. نعم نعم. لكن في حوار سيبدأ. لو بلش الحوار الذي حصل. منه تفصيل. يعني الجيش الروسي عبر أول مرة باتجاه الغرب باتجاه أوروبا. نعم. يعني أوكرانيا اليوم زينينسكي من دقائق. رجع طالب بالاندمام للاتحاد الأوروبي. عندما الجيش الروسي يعبر الحدود نحو الغرب نحو أوكرانيا. كأنه يذهب نحو بوابة أوروبا. وهذه الأول مرة تصير من الحرب الباردي مصر. في مواجهة عسكرية بين المعسكرين الغربي والشيوعي بوقتها. مثل ما يصير اليوم. فهذا لا تفصيله. يمكن أن يغير كثير من الأمور بالأوضاع السياسية بكل العالم. نعم. نحكي عن هذا الموضوع أكثر. الرئيس الأوكراني مخاطبا الجنود. ما أعرف قديش دقيقة هذا الموضوع. هلأ نرجع له إذا كان دقيقة. هو الرئيس الأوكراني وجوده على الأرض والصور اللي عم بحطه. يعني. ودائما قوله أنه لن يتخلى عن وجوده بالأرض المعركة. هو وأن العالم تخلى عنه. إلى أي مدى ساهم إذا بدك بصمود لحديثها. صمود أوكرانيا حتى هذه الساعة. عطول عم بيكون المعسكر الغربي من سنة 2005 أو 2004 مع الثورة البرتقالية اندلعت بأوكرانيا. عطول عم بيكون متفوق أعلاميا على الجانب الروسي. وبهذه المرة اللي عم بيقاوم بأوكرانيا. هو السمارتفون والإنترنت والسوشيال ميديا أكثر من فعالية السلاح على الأرض. وجود الرئيس الأوكراني بقلبي كييف نوعا بيطلع كلي شوي بفيديو معين أو شيء يريح الداخل الأوكراني. أنه على الأقل القيادة الأوكرانية لم تتخلى عن الجنود وتتركهم بوسط المعركة. وهذا شيء له عوامل إيجابية. يعني يقول له عوامل المؤثرة كمان بالسياسة وبالوضع العسكري على الأرض. نعم نعم كنت عم تقول أنه مش تفصيل أنه دخول روسية إلى أوكرانيا ما تفصيل. لأنه عم تفوت على أوروبا. اليوم كيف ممكن أوروبا تلعب دور لمساعدة أوكرانيا؟ شفنا أنه أعربة استعدادها لتجهيزها بالسلاح. أنه أمتى؟ هناك مخزون أوكرانيا موجود. الجيش الروسي يتقدم من جهة الشرق. بسلحة لكن ليس بالقوات. لا 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 يوجد تحضير بالقوات. إلا مثل ما قال مبارح الكلام عن المسؤولين البريطانيين. أنه الذي يقاتل بأوكرانيا يقاتل بأوكرانيا. هذا مبارح الموقف متقدم جدا. ويؤثر على الأرض كمان. والذي كان مبارح السفير الأوكراني بلبنان. أنه حتى يتلقى اتصالات من لبنانيين رغبين للذهاب للقتال في أوكرانيا. لبنانيين. بكل الأحوال هلأ يقلون أنه هناك مؤتمر صحف لسفير أوكرانيا في لبنان. ساحتاش. على أساس. الوضع على الأرض الاتحاد الأوروبي. هو موجود بغرب أوكرانيا. الروس يتقدمون من جهة الشرق. يعني بعد الحدود الغربية بين أوكرانيا وأوروبا لا تزال مفتوحة. وأن في سيطرة جوية روسية. وفي مطارات مسكرة وفي حظر جوية فوق أوكرانيا. لكن هذا لا يمنع عبور السلاح والسلاح النوعي. مثلا في صواريخ سينجر أرجو وصلت إلى أوكرانيا. وهذا هو الصاروخ الذي قلب الموازين في أفغانستان. بالحرب الأفغانية مع الاتحاد السوفيتي. صاروخ سينجر وصاروخ أرجو. الذي أسقط طائرات السوفيتي والمروحيات. وقلب الموازين على الأرض لصالح يوم المجاهدين لأفغان. اليوم هذا السلاح صار متناول للأوكران. هناك صواريخ مضادة للدروع بكثافة تدفق على أوكرانيا. لا بدنا ننسى أن الروسية تمتلك حوالي 15 ألف دبابة. من مختلف الإنتاجات. من الأديمية والحديثة. ولكن وصول 7 ألف صاروخ مضاد للدروع إلى أوكرانيا. هذا يعني أن 50% من القدرة العسكري أو قدرة سلاح المدرعات. الروسي بات مهددا على الأراضي الأوكرانية. فعشانك نقول لنا أنه بعده لا يزال المبكر. الحديث عن كيف ستخلص.